بسم الله الرحمن الرحيم اليوم عندنا برنامج جديد رح نتعامل معه وأيضا يتخصص في تصميم البرامج باستخدام الحاسب الآلي أو تصميم المنازل اللي هو سويت هوم 3D يميز هذا البرنامج أنه برنامج مجاني ومفتوح المصدر فاستخدامه إن شاء الله يكون يسير لكم ورح نتحدث عن هذا البرنامج فكرة البرنامج رح نتحدث اليوم عن ثلاثة أشياء وثلاثة تدريبات أساسية عندنا اليوم أول شيء رح نتعرف على تثبيت البرنامج والتعرف على استخدام البرنامج الأمر الآخر رح نطور البرنامج اللي سويناه أو التصميم اللي سويناه بإضافة إضافات بالنسبة إضافة غرفة أو جدران الأمر الأخير رح نتطرق له اللي هو إضافة مكونات داخل الغرف أو تكوين غرف أخرى في البداية رح نتعرف على طريقة تثبيت البرنامج طبعا البرنامج رح يكون موجود عندكم في السيدي المرفق مع الكتاب تفتح البرنامج المجلد الرابع تحصل البرنامج موجود اللي هو سويت هوم 3D نقوم بالنقر المزدوج لتثبيت البرنامج أول شاشة رح تظهر لنا اللي هي تحديد لغة البرنامج اللغة الإنجليزية هي اللغة المدرجة للبرنامج بعد ذلك نضغط Next والموافقة على الصلاحيات للبرنامج أو الرخصة بعد ذلك نحدد موقع البرنامج ونضغط التالي لتثبيت البرنامج الخطوة هذه اللي نستول لتثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر بعد عملية التثبيت اللي الصفحة النهائية واللي هي مرحلة تثبيت البرنامج Finish و Lunch Suite Home اللي هو تشغيل البرنامج لما نضغط إلى إنهاء يقوم بتشغيل البرنامج كما هو ظاهر أمامك طبعاً هذه صفحة البرنامج اللي راح نتعرف عليها هذه واجهة المستخدم تحتوي على مجموعة من الأدوات الموجودة فيها في البداية عندنا اللي هو شريط القوائم المنسدلة هذه مجموعة من القوائم الموجودة اللي راح نحتاجها في العمل لعمل تصميم للمنزل الشيء الآخر عندنا اللي هو موجود واجهة المستخدم أو منطقة التصميم للعمل هذه منطقة التصميم اللي راح نتعامل معها لإضافة مكونات للمنزل الأمر الآخر اللي هي أدوات اللي راح نستخدمها مثل الباثروم والبيدروم اللي هو الغرفة ودورات المياه والمطبخ وإلى آخره جميع الأدوات اللي تريد نحتاجها في تصميم المنزل موجودة في هذا المربع المنطقة هذه مختصة في الثري دي أو عرض الثلاثي الأبعاد أي عمل نقوم فيه في هذا المربع يتم عرضه في هذا المربع بشكل ثري دي وبشكل ثلاثي الأبعاد في هذه المنطقة يتم ترتيب الأدوات اللي يضفناها أي أداة نضيفها في عملية أو في واجهة منطقة التصميم نجد الأدوات موجودة في هذه المنطقة بعد ما تعرفنا على منطقة التصميم أو واجهة المستخدم للبرنامج الثري دي أو الهوم سويت هوم ثري دي راح نتعرف الآن كيف نضيف الأدوات وكيف نقوم في إنشاء غرفة بداية راح ننشئ غرفة واحدة لنتعرف على البرنامج بشكل يسير الأدوات اللي راح نستخدمها في منطقة الأدوات عندنا أداتين هي المحدد اللي راح نستخدمها إن شاء الله وهي الأكثر العمل عليها عندنا أدات إضافة جدار وأدات إضافة غرفة هذه الأداتين اللي راح نستخدمهم إن شاء الله في درسنا اليوم في البداية راح نقوم بإنشاء غرفة طبعاً هذه الشاشة الرئيسية شاشة تظهر لك كبداية بعض المعلومات كيف تنشئ غرفة بعد ما نحدد الأداء إنشاء غرفة نبدأ نحدد النقاط اللي نحتاجها لإنشاء غرفة بعد ما نحدد النقطة البداية أبعاد الغرفة نحدد النقطة الأولى نقرأ مزدوجة إلى النقطة الأولى بعدها نقطة الثانية ونحدد أبعاد الغرفة كما هو واضح أمامنا كذا حددنا أبعاد الغرفة يفضل قبل البدء بعملية تصميم المنزل يكون عندك ورقة وقلم تحدد ارتفاع وطول الغرفة لتحدد مساحة الغرفة بعد ذلك يتم التوجه إلى البرنامج لتصميم الغرفة بعد ما حددنا مساحة الغرفة نقدر نضيف الآن إضافة أخرى اللي هي الجدران نقدر نحدد اللي هي مسألة الجدار نحدد الأبعاد من هنا هذه الزوايا التعامل مع التتش بور نقدر ننشئ يكون واضح لنا أمامنا اللي هي من هنا إضافة غرفة نحدد البعد الأول والبعد الآخر والثالث والرابع الآن نضيف الجدران طريقة إضافة الجدار بالطريقة هذه يتم إضافة الجدران عن طريق النقر نكبر العمل إضافة الجدران حتى يكون واضح لكم مثل ما هو واضح هنا أمامنا حتى يكون واضح بشكل أكبر هذه منطقة العمل مثل نعيدها بشكل مرة أخرى اللي هي إضافة الغرفة نحدد أبعاد الغرفة بالنقطة بأحد الأبعاد نقطة أخرى للبعد الآخر ونقطة أخرى للبعد الثالث بعدها نضيف الجدران هذا ما يكمل معنا إضافة أبعاد أخرى للغرفة إضافة الجدار كالتالي من قائمة كريت وول نحدد الجدار اللي نحتاج نضيفه نضيف الجدار بالطريقة هذه مثل ما واضح أمامكم هذه طريقة العرض بالنسبة لإنشاء الغرف لما أضفنا الغرفة وأضفنا الجدران كاملة يتم العرض بالطريقة هذه لمنطقة العرض بعدما أضفنا الغرفة كما تبين لكم إضافة الغرفة عن طريق أداة كريت رومز وإضافة الجدار عن طريق أداة كريت وول بعد ذلك بإمكاننا أن نتعامل مع أدوات أخرى موجودة عندنا من قائمة الأدوات الموجودة عندنا مثلا لو أردنا إنشاء غرفة عن طريق البدروم نحدد الأدوات الموجودة عندنا في البدروم مثلا لو تبغى تضيف أي إضافة للغرفة أمامك بإمكانك استخدام أي أداة من الأدوات الموجودة عندنا مثل البد اللي هو السرير بإمكانك أنك تأخذ البد تسحب البد وتضيفه بالمكان الذي تريده يعني ممكن تضيف البد بالمكان هذا راح يبين عندك بالتصميم موجود هذا مكان البد بالإضافة أيضا ممكن إضافة الأبواب والشبابي كالنوافذ عن طريق الأدوات الموجودة عندنا اللي هي الدورز والويندوز هذه الأدوات الموجودة عندنا بالنسبة للأبواب والدورز والويندوز نقدم تضيف أحد الأبواب الموجودة يفضل بالبداية أنك تضيف حلقة الباب اللي هي موجودة هذه الأداة تضيف حلقة الباب مثلا لو أردنا نضيف باب بالمنطقة هذه راح يبين عندنا الفريم أو الإطار كاملا للباب يعني لما أردنا نضيف باب يفضل أنك نضيف الإطار حتى توضح أو يكون في جمالية بالتصميم من ناحية أن الإطار يكون مختلف تماما عن لون الباب وعن لون الجدار لو نشوف التصميم هذا الباب ومثل ما هو موضح أمامكم بالنسبة نقدم نضيف الدور عن طريق الأداة الدور الباب ونسحبه ونضيف الدور تماما كما هو موضح أمامكم هذا شكل الباب وهذه الغرفة مثل ما هي موضحة أمامكم هذه فكرة تصميم الغرفة تخيل عندك المبنى كامل أو المنزل كامل كيف يتم التعامل معه مثل ما تفضلنا أو مثل ما بيّننا سابقا أنك تقوم بعملية التصميم على ورقة وقلم بعد ذلك تتجه إلى برنامج التصميم المنازل اللي هو سويت هوم ثري دي لتقوم بعمل بقية الإضافات الأخرى للتصميم نقدم نضيف غرف أخرى للبرنامج مثلا تصميم لو أردنا إضافة غرف أخرى للمنزل عن طريق أداة إضافة الغرف وإضافة جدران مثل ما تبين هنا أضفنا غرفة الآن نضيف الجدران عن طريق أداة create wall اللي هي إضافة الجدران نحدد نضيف أبعاد الجدران كامل عن طريق الأداة وبالتالي يتم وضع الجدران كاملة مثل ما هو موضح هنا ممكن ننسوي أو نضيف باب خارجي أو باب آخر في المنطقة هذه عن طريق الأدوات مثل ما وضحنا سابقا عن طريق doors والويندو نوضح إطار للباب ونضع باب آخر عن طريق أداة الباب نتبين هنا هذه فكرة الباب هذه فكرة إطار الباب بالإضافة بإمكانك إضافة الشبابيك ممكن نضيف نافذة عن طريق النوافذ الموجودة round window اللي نافذة دائرية أو نافذة مربعة وميزة البرنامج يميز لك أنك لما تنقر على أحد الأدوات يوضح لك فكرة الأداة أو صورة للأداة عن طريق النقر أو تمرير المؤشر عند أحد الأدوات الموجودة ستظهر لك صورة الأداة أمامك حتى تقرر اختيار هذه الأداة أو تبحث عن أداة أخرى لأن فكرة النوافذ الموجودة لديك نوافذ متعددة من ناحية style والتصميم والشكل أيضا بعض الأبواب الموجودة هنا تقدر تضيف باب كامل بين الغرفتين يسمح لك البرنامج بعمل ذلك بالنسبة للنوافذ هذه النوافذ نقدر نضيف نوافذ للغرفة عن طريق أداة الويندو وضحنا بالتصميم هذه نافذة بشكل كبير فيه نوافذ أحجامها تكون أقل وأصغر من ذلك بعدما تعرفنا على بعض الأدوات الموجودة الآن سنتعرف كيف يتم التعامل مع هذه الأدوات يعني لما أضفنا أحد الجدران الموجودة أو بالنسبة الجدران الموجودة بالغرفة كيف نقوم بتعديل خصائص هذا الجدار وخصائص هذه الغرفة أو بالإضافة بعض الخصائص بالنسبة للون بالنسبة للإضافات الأخرى بالنقر المزدوج على أي أداة تريد التعديل عليها نقر مزدوج سواء الباب أو الغرفة أو السرير أو إلى آخره النقر المزدوج يوضح لك قائمة الخصائص التي تقدر تعدل عليها بالنسبة لهذه الأداة يهمنا الآن عندنا التعديل اللون هو الشيء الأساسي الذي سنستخدمه بالنسبة للأرض أرضية الغرفة وين اللون الذي ستستخدمه بالنسبة لأرضية الغرفة يأنك تستخدم لون أو تستخدم بعض الخامات الموجودة من البرنامج البرنامج مضيف لك بعض الخامات الموجودة موضح لك أن هذه تختص بالفلور اللي هو الأرض أو تخصص في السقف إلى آخره بالنسبة لو نختار أحد الأرضيات الموجودة نحدد أحد الأرضيات الموجودة نحط موافق وموافق راح يوضح لك أنه تم تغيير الأرضية تشوفون بالتصميم تم تغيير بعد ذلك بإمكاننا نغير التصميم بالنسبة لهذه النافذة عن طريق النقر المزدوج على النافذة تظهر لنا خصائص هذه النافذة ونقدر نعدل أبعاد النافذة بالنسبة لحجمها، بالنسبة لطولها، العرضها، الأبعادها كاملة وإضافة إلى ذلك تحديد اللون بالنسبة للنافذة تحدد اللون الذي يناسبك بالنسبة باختيار النافذة مثلاً نحدد هذا اللون، نحط موافق، راح يغير لك تصميم ولون النافذة لو نضيف غرفة أخرى حتى يتبين لكم التصميم بشكل أكبر لو أضفنا غرفة هنا وتضيف الجدران بالنسبة لهذه الغرفة بالتحديد على أطرافها والتحديد كامل لأبعاد الغرفة كاملة كما هو موضح هنا هذه فكرة البرنامج يسير وسهل التعامل فكرته لتصميم المنازل يوضح لك أمور عديدة لإضافة الغرف، إضافة الجدران، إضافة بعض الأدوات الموجودة سواءً للمطبخ، للغرفة المعيشة إلى آخره تقدر تضيف هذه الأدوات وتقدر تحكم فيها عن طريق النقر المزدوج لتحديد أو لتعديل بعض الأمور سواءً اللون، سواءً الأبعاد، والطول، والعرض إلى آخره وهذه الشاشة عندنا توضح لك ملخص، واش قاعد يصير هنا، واش موجود عندك من أدوات أي أداة أو أي شيء أضفت أنت موجود هنا بالنسبة للتصميم، رح يكون عندك بالأبعاد، بالطول، بالعرض يوضح لك كل هذه الأمور هذا من الأفضل البرامج بالنسبة حديثاً لتصميم المنازل وهو سهل ويسير ويميزه أنه مفتوح المصدر ومجاني وأتمنى أنكم استفدتم من هذا البرنامج وبالتوفيق لكم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد